طبعا بالنسبة للجلسة بين السجدتين أنت الآن ساجد السجد الأولى تقول الله أكبر هذه الجلسة بين السجدتين وفيها ذكر هذا الذكر تقول رب اغفر لي رب اغفر لي هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بعض العلماء يقول واجب وبعض العلماء يقول سنة جمهور الفقهة يقولون سنة وفي قول بأنه واجب طبعا الجلسة بين السجدين مهم جدا أنك تطمئن فيها والطمئنين أن يرجع كل فقار وعضو إلى مكانه حال جلوسك الطبيعي هكذا ولذلك الآن لاحظوا بعض الناس الله يهدينا وإياهم يخطئون خطأ كبير جدا لما يرفع من السجود ماذا يفعل هكذا الله أكبر الله أكبر هذا خطأ هذا على قول الجمهور الصلاة باطلة طبعا جمهور الفقهة في قول يقولون بأن الطمئنين غير واجب لكن الصحيح بأن النبي سلم حينما علم المسيح علمه وقال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ولذلك العجلة هذه خطر على صلاة الإنسان لاحظوا بعض الناس كيف يفعل لكن الله أكبر هذا خطأ يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم الركن هذا ركن من أركان الصلاة هكذا تفعل معهم لما ترفع من السجود تقول الله أكبر حتى تطمئن جالسا هكذا وتضع يديك على فخذيك هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سان إذا جلس بين المصلي إذا جلس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى هكذا لاحظوا كيف أني جلست الآن على قدمي على باطني قدمي اليسرى ونصبت رجلي اليمنى هذا في الجلسة بين السجدتين كذلك في التشهد الأول في التشهد الأول هذه نفس الوضعية نفس الهيئة نفس الجلسة أفرش رجل اليسرى أجلس عليها ثم أنصب رجلي أو قدمي اليمنى بحيث أنني أمكن أصابع قدمي من ترجمة نانسي قنقر